تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وآرب سموه عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية مشيدا بدور قوة دفاع البحرين في حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته في ظل دعم ورعاية وتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب سمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما وصلت إليه وكافة منتسبيها ضباطا وأفرادا من كفاءة وتدريب يبعث على الفخر والاعتزاز منوها سموه بما يقوم به أفراد قوة الدفاع من دور في حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر